أكتر حاجة وقفتنا على رجلي إن أنا اللي كنت بعمل الدعم يعني المرة دي بدي دعم وأنا في الموضوع فالإحساس مختلف جدا والإحساس صادق جدا والناس متقبلة الموضوع مني جدا يعني أنا لدرجة أنا كنت روحت 57 من غير بروكة من غير إي حاجة أو شعري واقع وعتر أسماع الولاد الولاد أخدوا سكاف نفسهم جدا حبايبي واللي كان لابس شابو شاهله اللي كان لابس كيف شاهله وقعد يرقو سمعها لأ الموضوع مختلف جدا كنت أما بشوف الأطفال اللي هما مرضى السرطان وقعد إيه متفقلين بيا كله عايز يصور معي وكان كنت بحس لأ أنا لها دور إن أنا أخلي الناس دي تحس بتفاقل وإن تحس إن دا مش نهاية العالم ولحد دلوقتي هما صحابي يعني لحد دلوقتي الأطفال اللي أنا كنت برقص معهم ولحد دلوقتي صحابي وبنتكلم مع بعض بزورهم في البيت يعني إحنا بقينا عيلة يعني مش مجرد بس دعم إحنا بقينا عيلة وما بيشوفوني بقيت أحسن بيتبستو على فكرة حتى جيلي السرطان تاني وجمع على فكرة موضوع ما يخوفش إن هو يجيلي تاني ولو جيلي تاني برضو أنا عارف إن أنا هقدر عليه فالموضوع مش بيخوف طالما أنت عمدك الرؤودة وطالما سابق بخطوة يعني فاهم التدخل علي أكيد أكيد لما جالك تاني جيه في نفس المكان ولا مكان مختلفة نعم جالي في المكان مختلف وبردو جات لي نفس الشك بس طبعا مش زي الأول بس هي جات لي طبعا نفس الشك لأه لا أنا مش هاخد علاج تاني وخلاص أنا بقيت كويسة لدرجة نارة في وقت قلت لا أنا مش هاخد علاج بقى لأني أصبع جدا بس هو يعني زي ما قلت لك يعني بتعدي بتعدي بلحظات ضعف بتعدي بلحظات استسلام صح عشان أكيد برضو وإحنا بيسمعنا فيه ناس بتحس بالزنب إن هي ممكن تستسلم طبعا أنا كده يعني مثلا مش بحب أولادي أو مش بخاف على حوالي بيستسلم من قطر التعب أكيد ورد وأنا على فكرة اللي بيقول لي كده بقوله عندك حق عندك حق تحس بكده وعندك حق تبقى عايز ما تكملش وبقول بصراحة أنا بقول لك لو مش عايز تكمل ما تكملش بس أنت ممكن تكمل وتكسب حياة حلوة قوي يعني هو في كل الحالات يا جماعة أنا عايز أقول لكو في كل الحالات إحنا مش هنعيش زيادة يوم ولا هنموت نقصين يوم بس هي ناخد بالأسباب بس إن هو العلاج هيخلينا أحسن شوية أوه متعب جدا وصعب جدا وخلينا شعرنا الحلو يروح ومش نتروح ممكن دوفيرنا تروح بيخلي شكلنا مختلف أفك يا جماعة كنت حلو قوي قبل أنت زي الأمر ما شاء الله عليك أنت فعلا زي الأمر بيخلي شكلنا مختلف أنا خايت الناس ما تصدقش أنت كنت محاربة أسيسا من ما شاء الله ما حدش بيصدق أنا على فكرة دخلي على إشعائي كمان الفترة الجاية أنا قريتي دخلي على إشعائي هو ليست أنت دلوقتي أنا على فكرة عاملة عاملة من شهر ونص يعني إن شاء الله ربنا يتمش فاكي على خير إحنا حاليا في معركة في معركة دائرة دلوقتي حقيقة أنا بصراحة أنا بعتبرس السرطان حاجة كده شبه الاحتلال وأنا فلسطين في يوم من الأيام فلسطين هتنتصر فأنا هنتصر كده كده يعني مهما الموضوع طويل ومهما حصل تالي ومهما حصل تالي أنا مش هستسلم يعني فاهميني فإن شاء الله حكمل ولو جالي تالي تحكمل الموضوع مش يخوف يا جماعة طالما قدرنا مرة هنقدر تنين وهنقدر تلاتة وهنقدر عشرة الفكرة بس هي إرادة إرادة وإننا نتخطى الصدمة الأولى تخطناه وانس إننا خلاص تخطينا الموضوع لا حنلاقي نفسنا أقوية نسيبش نفسنا للحزن على فكرة الحزن يا جماعة أنا جالي السرطان في المرة الأولى والتانية بسبب زعلة كبيرة فالحزن أصلا هو بيخلي المرض ده ينتشر لأن الدكتور فاهمها ليه بطريقة بسيطة نحن كل البشر بيهاجم جسمهم خلايا السرطانية كل يوم بس مناعتنا بتقضي عليها وانس إن انت زعلانا قوي المناعة بتنخفض فالخلايا السرطانية بتتحكم في جسمك فالزعل هو مش سبب مباشر بس أحد أسباب إنه فعلا ممكن ييجي للبناء أحد أسباب الناس غفلانة عنها وفاكرة إنه بيتقال كده وخلاص لا ده حقيقي والله ده حقيقي فعلا فالزعل مش هيحل لحاجة بالعكس ممكن يدخلنا في مراحل أسوأ بكتير فما فيش حاجة تستيل بصراحة أقصاد صحتك فيش عارف ما براحكا معنا على التليفون وده خلق دكتور محمد المنيسي وقال نفس الكلام قال إنه الزعل الكبير بيسبب حاجة اسمها متلازمة القلب الحزين وبيسبب السرطان يعني ده كلام أطباء كلام محاربة من محاربات السرطان وقلنا كتير ده وده كاترة كتير قالوا ده ونبهوا على ده بس معرفش لين ناس ما بتخدش الموضوع بجد لو إيش يعني شوية زعل يجيبوا يضعفوا منعيتنا يخلوا الواحد زي ما الواحد بيحس أعتقد يعني يا شامي إنه زي ما الواحد بيحس إنه هو وقز عليه إنه هو مش قادر يكلم حد مش قادر يقوم يتعامل مع الدنيا أو مش قادر يشتغل أو أو جسمه كمان من جوه ما هواش قادر يقاوم بالحاجات المؤذية اللي ممكن الجسم بيحزن أصلا عليك فالل هو بيبقى خلاص استسلم لكل حاجة إي حاجة تحصل مش مشكلة أنت داعمة دايما داعمة لما تقلب الموضوع مين اللي كان حواليك أكتر الناس اللي حواليك أهلك زوجك الولاد بولادك عاملين إيه بتعملي معاهم إيه في الأوقات اللي بتروح يتعملي فيها الإشعاع تفاصيل كتير برضو حابة أن أنا عرفها منك فالسي هو هو ناس كتير وقفهم جنبي بصراحة يعني بس والله هو مش كلام إنشاء بس أنا بحس فعلا أكتر حد وقف جنبي دايما هو ربنا بيسخر لي الأسباب والأشخاص وسبحان الله ممكن يغير لي الدنيا في ثانية أنها تسندني بتمر علينا كلنا أوقات صعبة وأوقات كتيرة بنبقى لوحدنا في حاجات كتيرة بس بتلاقي ربنا يهيئة لك كده الأسباب والأشخاص أن أنت تسندني أن أنت طقف أن أنت ما تخلصت استسليمي تلاقي بوش من هنا وبوش من هنا لأ أنت قادرة تكملي فهو مش هقدر أقول على حد معين لأن في ناس كتيرة كانت بصراحة وقفة جنبي ومش عايزة أنصح حد في حد يزعل بس هو ربنا اللي بيهيئ كل الأسباب والأشخاص أنه فعلا بتاخدي الدعم الحقيقي من ربنا بتحس إن أنت إيه ده لأ أنا قادرة كامل بتبقى قاعدة مكتئبة وخلاص مش هكامل تلاقي نفسك مرة واحدة ربنا بعاتلك كده زي روح كده لأ أنا هكامل وأنا هقدر فأنا بالنسبة لي كان ربنا أكتر دعم لها طبعا طبعا ونعمة بالله ولادك دلوقتي عمرهم يعني مدركين يعني بس أنا هحكي لك حاجة ظريفة أنا أصلا جالي الكنسر يعني ابني لسه ما كانتش لسه صغر من قاس ما بيتكلم اللي هو أول مرة أو فأفتكر وقتها ما شعري هو إحنا بنشيل شعرينا بعد أول جلسة لإنه بيقع فأنا تكتب يزعلن عني فأنا لبست كاب كده ونضحت الفينسي قلت لها فصي يا مومي شعراء أنا قريدي كنت مهيقاهم نفسين لأن أنا فهمة في الموضوع فأنا قلت لهم مومي حتى أخذ عليك شعراء هيقع فأما حصل كده البست تقير ونضحت الفينسي قلت لها مومي شعراء وقع حال مومي وحشة قلت لها لا أمش هتبقي وحشة فأمت شايلة هي اتخذت لسانيا كده بس قمت حضناني وقلت لي أنت حالة ابني أول ما شلت الكاب بقول له ها مومي حالة ولا وحشة قال لي وحشة البسي كلفت من خلا يا حبيبي يا حبيبي